يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة لمناقشة انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان وأوضح مصدر ديبلوماسي أن الجلسة تنعقد بطلب من الجزائر نيابة عن الدول العربية كان رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب مقاتي قد طلب مجلس الأمن الدولي بالانعقد واتخاذ موقف حازم لوقف الحرب التكنولوجية التي تشنها إسرائيل على بلاده